أكمل الرواد الصينيون الثلاثة على متن المركبة الفضائية المأهولة سينسو 12 مهمتهم الفضائية التي استمرت ثلاثة أشهر وعادوا بسلامة إلى الوطن والأرض يوم الجمعة يذكر أن جميع رواد الفضاء الثلاثة العادينا على متن سينسو 12 في حالة بدنية جيدة وكانوا يعملون على بناء أول محطة فضاء صينية عن كونغ كما سجلوا رقما قياسيا جديدا في مشروع الفضاء الصيني من حيث مدة إقامتهم في الفضاء وقبل رحلة العودة أكمل رواد الفضاء أعمالا متنوعة مثل تصنيف بيانات التجربة وتحملها وتنظيم ونقل الإمدادات المحفوظة إلى المدار